في مدينة غزة بأرض فلسطين ولد الإمام الفقيه العالم محمد بن إدريس الشافعي انتقل الشافعي مع أسرته وهو لا يزال طفلا إلى أرض الحجاز ليبدأ هذا الطفل الذي حفظ القرآن وهو في السابعة من عمره رحلته في طلب العلم ما هذا الذي تحمله يا محمد؟ هذه مجموعة من العظام يا أمي عظام؟ ولم تأتي بالعظام للمنزل؟ إنني أستعملها كبديل عن الألواح التي يكتبون عليها لا أريد أن أرهقك يا أماه بثمن الألواح ولا أرغب أيضا في ضياع فرصة لطلب العلم سامحني يا بني كنت أتمنى أن أتمكن من مساعدتك ولكن يعلم الله أنني لا أدخل جهدا في هذا لا عليك يا أمي انظري ماذا أحضرت أيضا هذه رسائل مكتوبة يا محمد ماذا ستفعل بها؟ إنها رسائل لا يريدها أصحابها أخذها منهم وأكتب على ظهرها اطمئني يا أمي فهناك دائما طريقة للحصول على العلم وتدوينه كانت هناك بعض المشاكل تواجه الصبي من وقت إلى آخر ويكاد يفقد الأمل في إكمال رحلة تحصيله للعلوم ولكن أمه تلك المرأة العظيمة كانت ذكية بما يكفي لتنصح ولدها نصائح عظيمة ما الأمر يا محمد؟ المعلم يهملني ولا يهتم بي لأنني لا أدفع له أجر الدروس التي أتلقاها فهمت أنت تسأله كثيرا لتفهم ولا يجيب عن أسئلتك أليس كذلك؟ بلى عذرا يا أمي لا أريد أن أثقل عليك وأزيد إلى همومك هم آخر ولكنني بالفعل حزين بسبب هذا الأمر ولا أجد له حلا أنا عندي الحل ماذا؟ أحضر الدرس مع أبناء الأغنياء ولا تشعر المدرس أنك ستضيع وقته بالأسئلة واستمع لما يقول وافهمه جيدا وأنا واثقة من أنك ستستفيد من هذا الأمر وتستغله لصالحك ولما رأى المعلم ذلك أدرك أنه أمام فتى مميز وقرر أن يستمر الشافعي طالبا عنده ما دام يساعده في أمور التدريس أرى أنك سعيد يا محمد هل تسير الأمور في الدرس على ما يرام؟ نعم يا أمي شكرا لنصيحتك الغالية هل كانت مفيدة فعلا؟ نعم وقد تعلمت منها أمرين ماذا تعلمت؟ تعلمت الذل للعلم والأدب للمعلم بارك الله فيك يا أبني ولأن والدته كانت حريصة عليه فقد قررت أن تداخر مبلغا من المال تستعين به على تعليم ولدها ولأنها تعرف أن كل فروع المعرفة مهمة لطالب العلم فقد أرسلت الشافعية لإحدى القبائل في البدو ليتعلم أشعار العرب ونصحته بأن يمارس الرياضة حتى يشغل وقت فراغه ولذا سيصبح الشافعي عالما فقيها أديبا ورياضيا أيضا شاب مسلم يتمنى الكثيرون أن يصبحوا مثله كانت مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واحدة من أهم محطات الإمام الشافعي وقد تتلمذ على يد إمامها العالم مالك بن أنس أخشى أن أكون سببا في إرهاقك يا سيد مالك على العكس أن تطالب علم مميز تذكرني بشبابي كنت نهما للمعرفة مثلك هذه شهادة أعتز بها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي مالك ليسؤال أرجو أن تجيبني عنه تفضل سلما بدلك بينما أنا أجلس مع بعض الأصدقاء كانت هناك حمامة تهدل من وقت إلى آخر وأزعجني صوتها للغاية فسألني أحد أصدقائي عن سبب غضبي فحلفت له بالطلاق أن هذه الحمامة لا تكف عن الهديل ما أسوأ ما فعلت ألم تسمعني أحذر مرارا من الحلف بالطلاق هذا ما حدث فهل امرأتي طالق الآن؟ أنت حلفت أن هذه الحمامة لا تكف عن الهديل والحقيقة أنها تكف من وقت إلى آخر ولا تستمر في الصياح طوال الوقت ولذا فامرأتك طالق للأسف هذا ما توقعته شكرا لك السلام عليكم أعتقد أن لي رأيا آخر في هذه المسألة ترى هل ألحق بهذا الرجل أم أتركه؟ أنا أنا واثق من رأيي ولدي الدليل سألحق به انتظر يا سيدي انتظر ما الأمر أيها الشاب؟ اعذرني سمعتك وأنت تسأل إمامنا مسألتك وأراك حزينا ما دمت قد سمعت السؤال فلابد أنك سمعت الإجابة ولكن لا أظن أن امرأتك طالق فالقسم الذي أقسمته صحيح ماذا؟ الخطأ الذي ارتكبته هو أنك أقسمت بالطلاق ولكن لم تقسم على باطل بل قولك إن الحمامة لا تكف عن الهديل قول صحيح انتظر هل لديك دليل على ما تقول؟ بالطبع سيدي مالك سيدي مالك سيدي مالك ما الأمر؟ هذا الشاب يفتي أن امرأتي ليست بطالق أنت يا محمد نعم يا سيدي ومن أين لك بالعلم لتفتي فتواك هذه؟ منك يا إمام ماذا تعني؟ إنه حديث حدثتنا به وهو أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب رأيه صلى الله عليه وسلم في رجلين تقدما للزواج بها منهما رجل يقال له أبو جهم فنصحها الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا أما أبو جهم فلا يضع العصى عن عاتقه أي لا ينزلها عن كتفه وهو يقصد بذلك أنه يضرب زوجاته كثيرا والحقيقة أن هذا الرجل لا بد أنه ينزل العصى عن كتفه ولكنها بلاغة الرسول في التعبير وهذا ما قصده هذا الرجل عن كثرة هديل الحمامة وكأنها لا تتوقف عن ذلك ما رأيك يا سيدي مالك؟ آه ألم تسمع؟ لقد جاءك بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكرر القسم بالطلاق مرة أخرى بالتأكيد لن أفعلها السلام عليكم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ولأن هارون الرشيد كان من تلاميذ الإمام مالك بن أنس أستاذ الشافعي فقد كان حريصا على أن ينهل ابنه من نفس النبع الذي نهل منه نبع العلم وهكذا أرسل ابنه للإمام الشافعي وكان الدرس الأول الذي أعطاه الشافعي لابن الخليفة درسا عجيبا السلام عليكم يا إمام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت إذن ابن الخليفة أليس كذلك؟ بلى حسنا حسنا ما هذا؟ لماذا؟ هذا هو درسك الأول لقد انتهينا اليوم من المؤكد أنك فعلت شيئا أغضبه لا يا أبي لم أنطق بكلمة واحدة ربما سألك ولم تنطق فضربك لم يفعل نظر إلي وسألني إن كنت ابن الخليفة ثم ضربني دون سبب هذا أمر عجيب ولا يمكن السكوت عليه أطلب منه الحضور يا أبي واسأله لما فعل هذا لا يا بني لا يا بني لقد تعلمت من معلمي مالك ابن أنس أن للعلماء قدرهم لا بد أن الإمام الشافعي فعل ما فعل لحكمه ولذا سأذهب إليه بنفسي أتعرف سبب زيارتي يا إمام نعم وقد توقعت هذه الزيارة وانتظرتها هل أغضبك ابني فضربته لا لم يفعل شيئا إنه فتن حسن الأخلاق حسنا أنا متأكد أنك لم تفعل هذا إلا لحكمه فهل لي أن أعرفها تعال يا بني لقد ظلمتك وضربتك دون سبب أليس كذلك؟ بلى وأريد أن أعرف السبب أنت ابن الخليفة وعندما تكبر سوف تصبح خليفة إن شاء الله ولقد ضربتك حتى تعرف معنى الظلم فإذا كبرت لا تظلم أحدا وهذا أول درس لك عندي وأهم درس يا إمام يا إمام نحن كلانا من طلابك ولكننا واقعان في مشكلة وما مشكلتكما؟ أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور التي تصلح بها الحياة؟ بلى وما دمنا نملك تغيير المنكر باليد فلماذا لا نغيره ما دام لن يؤذي هذا أحدا؟ احكي له الحكاية كاملة سأخبرك يا سيدي كنا في السوق ورأينا رجلا يريد شراء قلة بكم تبيع القلة؟ هذه هذه قيمتها ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم؟ هذا كثير هناك من يبيعها في السوق بدرهمين فقط اذهب واشتري من عنده إذن لماذا أتيت إلي؟ يا لك من بائع عنيد حسنا سأحذر كل من في السوق كي لا يشتر منك أردنا أن نتدخل في الأمر وهنا بدأ خلافنا أنا رأيت أنه من الواجب أن نمنع الرجل من فعله هذا فورا لأن البائع ربما تضرر تجارته لو ذكر المشتري للزبائن بالسوء وهذا ما فعلته أما رأيي فكان أن ننصح البائع نفسه بألا يطمع في ربح أكثر ربما تسبب في خسارة أكبر وهذا ما فعلته كلاكما على صواب ولكنكما أخطأتما أيضا ماذا؟ تصرفكما كان سببه ما فعله المشتري مع البائع وأنه أراد أن يفضحه في السوق هذا ما دفع كلا منكما ليفعل ما فعله ولكنكما تصرفتما بالطريقة نفسها التي اعتردتما عليها آه؟ آه؟ عفوا لم أفهم يا سيدي لو أنني رأيت أحدا منكما يفعل خطأا فلن أواجهه أثناء الدرس سوف أنتظر حتى أجتمع به وحدنا وأنصحه حتى لا أحرجه أمام الناس باختصار من وعظ أخاه سرا فقد نصحه ومن وعظه علانية فقد فضحه مرى بالمعروف وانهيا عن المنكر وانصحا لوجه الله ولكن دون أن تحرجا أحدا السلام عليكم يا عماه وعليك السلام ورحمة الله ما لي أراك مهموما وحزينا إنه أخي يا إمام يبدو أنه مصر على إزعاجي لم أستطع النوم طوال الليل بسبب صراخه مع أبنائه أولا ثم سهره مع أصدقائه حتى الفجر يتضحكون بصوت عال ما الأمر؟ لماذا لا تراعي ظروف أخيك؟ وماذا أصنع له؟ إننا نعيش في زمان عجيب الأخ لا يريد لأخيه أن يستمتع ببعض الوقت في منزله ألست محقا؟ أليس زمنا غريبا وعجيبا؟ العيب ليس في الزمان بل في من لا يفكرون إلا في أنفسهم آه نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا؟ ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا وليس الذنب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا إنه أخوك الكبير تذكر أنك سوف تصبح في سنه يوما من الأيام لو أطال الله في عمرك وقد يصبح نومك خفيفا مثله فعمل لمثل هذا اليوم في الدنيا من الآن وليوم أهم تحاسب فيه على كل ما فعلته السلام عليكم مهلا مهلا يا سيدي هل لي أن أسألك سؤالا؟ تفضل كثيرا ما أراك تسير وهذه العصى معك لماذا تمسكها دائما؟ مع أنه من الواضح أن صحتك هو الحمد لله على ما يرام ولست بضعيف لتحتاج إليها آه لأتذكر طوال الوقت أني مسافر تعلم الكثيرون على يد الإمام الشافعي ومنأ علمه الآفاق حتى أصبح من الآئمة الأربعة في الفقه الإسلامي وظلت بلاغته تأسر من يستمعون إليه حتى وهو يصارع الموت كيف حالك الآن يا إمامنا؟ أصبحت من الدنيا راحلة محمد بن إدريس الشافعي والذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير جرت أحداث هذه القصة في بني إسرائيل ثم تشاركني في الربح لا 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 أنا لا أضمن رواج البيع من عدمي أعطني ثمن صوف دنانير ذهبية كم تريد إذن؟ ألف دينار ولأجلك أنت تسعمائة فقط حسناً عندما يتوفر المال سأتي وأشتري منك الصوف سأنتظرك يومين فقط فإذا تأخرت سأبيع الصوف لغيرك آه أعدي لنا شيئاً من الطعام يا أبرشة والله يا زوجي لم يعد في البيت شيء والعمل أليس في كوخنا شيئاً نبيعه ونشتري الطعام بثمنه لقد بعت كل ما يفيد عن حاجتنا من ملابس ومتاع لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى سأوجد نفسي للعمل حطاباً ولكنك أفضل من يخيط العباءات في مدينتنا وما قيمة ذلك وأنا لا أجد الصوف لأغزل به أنت تحتاج إلى ألف دينار لتبدأ تجارة رابحة هل تمزحين؟ من أين لي بهذا المبلغ؟ سمعت أن رجلاً يدعى أريال يقرض الناس دون ربا وأين يقدم هذا الرجل الطيب؟ اسأل في السوق عنه وستجد بالتأكيد من يدلك عليه حسناً سأنهض على الفور لأبحث عنه معذرة أني جئتك يا سيد أريال في هذا الوقت المتأخر لا عليك فبيتي بعيد بالفعل عن سائر البيوت هل من خدمة أؤديها لك؟ اسمي يورام سمعت أنك تقرض الناس دون رباً وأنا أريد أن أبدأ تجارةً ولا أجد رأس المال كم تحتاج؟ ألف دينار إذا أمكن حسناً سأحضر لك المال الآن؟ أقصد أننا وحدنا وما المشكلة في ذلك؟ يجب أن يكون هناك شهوداً على القرض لننتظر إلى أن يأتي الشهود كفى بالله شهيداً إذن أحضر كفيلاً يكفل لك مالك كفى بالله كفيلاً لا أدري ماذا أقول لك؟ عدني أن ترد إلي القرض بعد عام واحد دون تأخير طيب هذا أجل مسمى بيننا وسوف أجتهد لكي أرده قبل ذلك لحظة وأحضر لك الألف دينار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يملله وفليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم آه لقد أتممت صناعة العباءات كلها الحمد لله ولكننا لم نبع واحدة منها لا أدري لماذا لا يشتري الناس تلك العباءات وأنا أبذل أقصى جهدي في غزلها لأن هذه العباءات الصوفية ثقيلة في الحر والناس لا تحتاج إليها المفروض أننا في فصل الشتاء لا أدري من أين جاء هذا الجو الحار هذا حظنا ونصيبنا والحمد لله على كل حال اسمع يا زوجي لماذا لا نسافر إلى الشمال حيث الأجواء الباردة وحاجة الناس إلى العباءات الثقيلة أكثر آه فكرة لا بأس بها تستحق المغامرة أنتما لم تدفع أجرة الركوب سندفع كم تريد؟ مئة دينار من الذهب أنت تأخذ عشرين دينارا فقط من كل راكب أنتما اثنان وهذه الصناديق الثقيلة تساوي وزن ثلاثة أشخاص هذا كثير ادفع له يا يورام وعندما نصل إلى بلاد الشمال ونبيع بضاعتنا سيتضاعف المال حسنا خذ المئة دينار هيا لتتناول الطعام مع الركاب ولكن لا تخشى شيئا الطعام ضمن أجرة السفر تفضلوا أعطني عباء وأنا أيضا وأنا أريد ثلاثة أنا جئت أولا أريد هذه الزرقاء أرجوكم أرجوكم لا تتشاجروا أيها الناس عندنا بضاعة تكفي الجميع السعر موحد خمسون دينارا ذهبيا للعباء أسرعي أبرشة وافتحي بقية السناديق إنني أعمل بأقصى سرعة تفضل تفضل يا سيدي تفضل أعطني النقود إذا سمحت يا له من طقس بارد الحمد لله هذا السقيع أفادنا وروج لبضاعتنا لا تنسى أنني صاحبة الفكرة أنت دائما الخير والبركة يا زوجتي أخيرا انتهى البيع هيا لنرتاح قليلا في الغرفة التي استأجرناها لا لا أظن أنني سأستطيع النوم لماذا؟ لقد حان موعد تزديد الدين ولكن لا توجد السفن في هذا الجو السيء وما ذنب السيد أريال الذي أقردني المال أنت مضطر والمضطر ليس عليه حرش الأولاد جائعون يا إريال قدمي لهم ما لديك من طعام ما لدينا يكفيهم وحدهم ولا يكفينا نحن الإثنين كلي أنت مع أولادك بالهناء والشفاء أنا لست جائعا لماذا تعذب نفسك لتثبت أنك على حق ماذا تقصدين حوفيرا؟ كنت ميسور الحال فأخذت تقرد هذا وتقرد ذاك دون أن تفكر في الغد أقردت الناس طمعا في رضا الله وحده وكل ما يكتبه الله لنا نقبله ونرضى به هل تتذكر الرجل الذي أقردته ألف دينار؟ نعم اسمه يارام لقد حان موعد رد المال لك فعلا ولكنه مسافر بالبحر وتقولها هكذا ببساطة إذن هرب بمالك ولن يعيده أبدا لا تسيء الظن بالناس يا زوجة الحبيبة أنا واثقة أنه صافر ولن يعود يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ماذا أفعل الآن؟ يجب أن أرد ما علي من دين ولكن لا توجد سفينة واحدة تخاطر بالسفر آه ما هذا الجزع الضخم آه فكرة لا بأس بها آه عظيم آه هكذا آه بقي الآن أن أكتب رسالة يسلم هذا المال وهو ألف دينار من الذهب إلى السيد آريال من بني إسرائيل القاتم في الجانوب من أطراف المدينة وفاء لدين قديم يرام والآن أحتاج أن أحكم إغلاق الخشبة نعم رائع آه اللهم أني السودعت كديني فرده عني يا رب وألقى الخشبة في البحر وسط العاصفة عامت الخشبة في الماء وسط الأمواج العالية وبداخلها الألف دينار والرسالة التي تبين عنوان الدائن صاحب المال ماذا تقول؟ ألقيت ألف دينار في البحر؟ لم ألقها في البحر يا زوجتي بل وضعتها في داخل خشبة وأحكمت غلقها وما الفرق؟ أتظن الخشبة تصل إلى الدائن وتطرق بابه؟ لم يكن أمامي طريقة أخرى لأرد الدين في موعده وهل ضميرك مرتاح لما فعلت؟ لا أدري والله يا أبرشة هل أحسنت التوكل على الله أما تصرفت بحمق وتسره؟ هل تريد رأي؟ طب أنت لم ترد المال بعد وعليك أن تجتهد لتجمعه مرة أخرى وتعطي الرجل ماله في يده مثل ما فعل معك صحيح ولكني في كل الأحوال سأكون متأخرا عن موعدي ومقصرا في حق الرجل الذي أكرمني هل يسامحني الله؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا له من طقس بارد إنها الرياح القادمة من الشمال لقد سلفت مالي بإرادتي لرجل أظنه صادق بالطبع ربما منعه من رد المال عارض ما أو مصيبة ربما سأذهب إلى شاطئ البحر ربما أجد سفينة قد عادت أو رسول يأتيني منه بخبر لا تنسى أن تحتطب حتى نشعل النار في الليل البارد سأفعل سأفعل إن شاء الله الصوف الذي اشتريناه من هنا من نوع جديد لقد أتممت عمل اليوم بحمد الله وأنا بعت كل ما أعطيتني إياه من عباءات النساء كم جمعنا من المال؟ أكثر من خمسمائة دينار أه، ما زال أمامنا عمل طويل أطمئن، عشرات النساء يريدن شراء المزيد من العباءات، ولكن زيدها بالنقوش والألوان المهم أن نكمل الألف دينار بتلا من التي ضعت في البحر نعم، ونرتاح من هم هذا الدين كيف حالك يا سيد أريال؟ بخير والحمد لله أتتصور حقا أن يرام؟ سوف يعود لك بالنقود؟ نعم، أظنه يتحلى بالشرف والأمان يا لك من مسكيد الشرف والأمانة لم يعود موجودين من بعد سيدنا موسى وأخيه هارون غير صحيح الأخلاق الطيبة موجودة في كل العصور والأزمان تفائل بالخير يا رجل هذه نصيحتي لك يبدو أن الرجل على حق فلا توجد سفينة تقدر على الإبحار في هذه العاصفة الحمد لله جمعنا ألف دينار وأكثر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى هيا نلحق بتلك السفينة أهلا يا سيد يورام تفضل بالركوب أنت مرة ثانية يا سيد إليشع هل أنت ذاهب إلى الجنوب؟ نعم أين بضاعتكم الثقيلة؟ باتها عن آخرها ولن أعطيك إلا أجر راكبين إثنين أعرف سبب لهفتك إلى العودة وما هو؟ أن ترد ما عليك من دين إلى صاحبه نعم كل ما أرجوه أن أجده على قيل الحياة ولم يصبه الضرر بتأخري عليه سامحني يا سيد أريال أسامحك على أي شيء؟ والله لقد اجتهدت في البحث عن مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه مالي؟ لكنك أعطته لي بالفعل كيف؟ لقد رده الله عنك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا لا أفهم ماذا تقول سأحكي لك كل شيء كنت ذاهبا إلى شاطئ البحر أنتظر سفينة تأتي بك أو برسول منك أما أنا فأنصحك أن لا تبقى طويلا في هذا الجو البارد حتى لا تصاب بنزلة برد يبدو أن الرجل على حق فلا توجد سفينة تقدر على الإبحار في هذه العاصفة ولكن ما هذا؟ ما هذه الخشبة العائمة؟ آه إنها ما أحتاجه لإشعال النار لقد وفرت علي الاحتطاب خشبة رائعة سأشعل النار حتى تقطعها انتظري يا حوفيرا ما هذا؟ يا الله واحد اثنان ثلاثة أربعة انتظري انتظري حتى أقرأ الرسالة التي مع الدنانير وفاء لدين قديم يا رام آه ماذا في الرسالة؟ لماذا تبكي يا زوج؟ ماذا تقرأ؟ إنها دنانير الألف يعيدها إلي من اقترضها عبر البحر خذي خذي وقرأي بنفسك لقد أدى الله عنك دينك يا للعجب وصلت إليك الخشبة عبر البحر تفضل هذا المال أيضا لك لا أمسك عليك هذه الألف فهي حقك وقد وصلني مالي والحمد لله ما أكرمك يا الله لقد وثقنا بالله وأحسننا التوكل عليه فأكرمنا نحن الإثنين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا في الزمن القديم كان هناك نهر من أكبر الأنهار سمي نهر الرس وقيل إن ياسف بن سيدنا نوح عليه السلام قد غرس بذور أشجار الصنوبر على شاطئ النهر ونبتت اثنتا عشرة شجرة وافتتنا الناس بها أيها الناس حضر جلالة الملك تركوز ملك إسفندار وما حولها تفضل يا جلالة الملك بإلقاء كلمة لرعاياك أيها الناس يا عبيد الشجرة المباركة لقد حرمتم أنفسكم من شرب الماء المقدس لكي تنمو الشجرة الآلهة والآن يحق لكم أن تحتفلوا بالعيد ألا تنتهي هذه الأعياد أبدا أخفت صوتك يا أبي حتى لا يؤذونك هيا يا أبي هيا لنقدم قرابيننا في العيد إلى الشجرة فليس بوسعنا أن نفعل غير ذلك وكان للاحتفال بالأعياد تقوص عجيبة هل استعد فريق الطهاء؟ لم يحضر لي إلا مئة بقرة أريد مئة أخرى حتى يصعد دخان الطهي إلى عنان السماء لماذا لم تحضروا لكبير الطهات ما طلب؟ لقد أخذنا من الفلاحين نصف مواشيهم يا كبير الوزراء خذوا النصف الآخر المهم أن ترضى عنا الشجرة المباركة تستطيع أن تبلغ الملك تركوز أننا أعددنا كل شيء للحفلة المقدسة أرجوك أن تهدأ يا أبي لم يكن بوسعنا أن نمنع جنود الملك تركوز من أخذ مواشينا جفت الأرض وضعت الماشية فمن أين سنأكل بعد الآن؟ جارنا السيد حمظلة بن صفون أحضر لنا هذا الطعوم وهل سنعيش على مساعدة هذا الرجل الصالح طيلة حياتنا؟ لولا هذا الرجل الطيب لهلك الفقراء والمساكين جوعا وعطشة ما رأيك يا جلالة الملك تركوز؟ لا بأس المهم أن ترضى الإلهة عنا لتعزف الموسيقى بأعلى صوت ولتعد وليمة العيد الإلهة غير راضية يا كورنار عفوا يا مولاي كيف عرفت؟ إنها صامتة تنظر إلينا بغضب وكان الشيطان إبليس الرجيم يتأمر جمعهم وقد استعد ليبث الرعب في قلوبهم يا لكم من حمقى سنمرح كثيرا هذه الليلة يا أهل إسفندار انظروا الشجرة المقدسة ارضي عنا يا إلهتنا المثمرة ليصمت الجميع ولنركع خشوعا وخضوعا للإلهة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لقد رضيت عنكم يا عبادي فطيبوا نفسا وقروا عينة أريقوا الخمر وارقصوا وغنوا مولاي الملكة تركوز حان وقت الانتقام من الصبي الآثم الذي تجرى وشرب من الماء المقدس إنني بريء يا مولاي الرحمة لم أقصد أصمت أيها الكافر كيف تجرؤ على تدني سماء النهر المقدس بالشرب منه؟ كنت عطشان ولم أقدر على منع نفسي من الشرب لقد اعترف بجريمته ألم تكن تعرف أن الماء فقط لسقاية الإلهة ومحرم على العبيد أمثالك ليعدم الصبي الكافر في الحال افصلوا رأسه عن جسده أبي هل نجلس صامتين ونشاهد مقتل هذا الطفل الصغير؟ طعلا ما أذنب إنه يستحق العذاب يا ابنتي ورك لكم يا عبيد المخلصين اسجدوا جميعا للإلهة إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا أليست هذه الثورة زوجة جارنا الطيب حنظلة؟ نعم إنها هي ولكنها تبدو شريدة الفكر لعلها في مشكلة يجب أن نساعدها قدر الإمكان لطالما ساعدتنا هي وزوجها الصالح سيدتي سيدتي ماذا بك؟ لا أدري ماذا أقول لك يا شولين لقد زدت قلقا يا ابنتي أرجوك أن تتحدثي أمس استيقظ زوجي وهو يتصبب عرقا وهيرتعش من الحم هو مريض؟ لا بل أوحي إليه في نومه أن يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد هذا خبر عظيم لقد بعث زوجك نبيا إنه أصلح رجل في زماننا لهذه الدعوة المباركة أعرف يا شولين ولكني أخاف عليه إن قوم يقتلون الأطفال إذا ضمئوا وشربوا من ماء النار فماذا سيفعلون برجل يتحدى آله ذو؟ دعا نبي الله حنظلة بن صفوان إلى عبادة الله وحده وترك ما دونه يدعون النبي الحق إلى قول الصدق واحتمال الأذى في سبيل الله نحن قوم فقاراء وضعاف لا قدرة لنا على نصرة النبي ودعمه فلماذا لا يفكر في دعوة الكبراء أولا؟ لقد أوحى الله لنبيه حنظلة أن يدعو الناس كافة كبيرهم وصغيرهم فقيرهم وغنيهم فكلهم أمام الله سواء إن عددنا قليل وليس معنا مال ولا سلاح فكيف؟ كيف نغلب القوم الكافرين؟ المهم أن نغلب أنفسنا أولا فلا نضعف ولا نيأس من رحمة الله نعم ولن نرتد عن الحق أبدا بعد أن عرفنا الطريقة إلي إن عددهم قليل يا جلالة الملك ولا خوف منهم أن نتركهم حتى يصبحوا كثرة ولا نقدر عليهم؟ مرنا يا مولاي ونحن ننفذ أوامرك في الحال إذا كانت ابنتك يا يارش لا تنفذ أوامرك كيف سنقنع بخية القوم؟ أتسمح لي بإبداء الرأي يا مولاي؟ تكلم يا كورنار إن قوة هؤلاء الناس تتمثل في حنظلة ابن صفوان وحده فلو تخلصنا منه هزمناهم جميعا هذا الرجل يعمل في رعي الماشية أعرف ما هي خطتك؟ سنقول إن الماشية قد شربت من النهر المقدس ويستوجب ذبحها فهمت هذه إشارة تهديد ليعرف مدى قوتنا كيف تعاقبون حيوانات غير عاقلة كل ذنبها أنها تشعر بالضماء أصمت أيها الرجل المسن المخرف إننا نعاقب صاحبه الذي سهى عنها وتركها تشرب من الماء المقدس كيف تؤزون نبيا بعثه الله إليكم؟ من قال إنه نبي؟ لم يتبعه إلا الفقراء وأراذل القوم صمتا ستتحدث الشجرة المباركة استمعوا إلى إلهتنا المقدسة يا عبادي إنني غير راضية عنكم اذبحوا المزيد من الماشية ماذا تنتظرون؟ نفذوا أمر الإلهة أما زلت تؤمن بكلام حنظلة؟ بالطابة فهو نبي الله لو كان نبيا بحق لمنع عن نفسه الضرر ماذا فعل حنظلة بعدما آذيناه؟ اكتخب الدعاء علينا وماذا قال في دعائه؟ نظر إلى السماء قائلا يا رب إن عبادك أبوا إلا تكذيبي وغدوا يعبدون الشجرة لا تضر ولا تنفع ثم رفع يديه عاليا وقال اللهم أيبس شجرهم أجمع وأرهم قدرتك وسلطانك ماذا أفعل الآن؟ ليس بوسعي أن أتحدى آيات الله سأذهب إلى قرية أخرى وإلى شجرة أخرى وهذه أيضا أصابها دعاء النبي يا ويلك يا إبليس يا ويلك كيف يابست الشجرة؟ كانت مثمرة يوم أمس انظري ماذا جرى للشجرة؟ لعل ما يقوله الناس عن دعاء النبي الذي ظهر في إسفنضار صحيح انتهت لعبة التجسد في الأشجار وسأضطر إلى العودة إلى طريقة القديمة هل وسوسة؟ الحمد لله لم يعد يتعرض لنا أحد لقد بهت الناس مما جرى وأدركوا أن دعوة النبي مستجابة لم يعد بوسعهم الآن أن يعاندوا أو يجدوا أي تحجة كم هو عزب هذا الماء؟ المهم أننا نجونا بديننا ونصر الله نبيه حنظلة بن صفون عرف المؤمنون من أنصار حنظلة بمكيدة قتل نبيهم لكنهم كانوا قلة من الضعفاء هيا يا شيلين أسرعي ها قد حملت ملابسي وطعاما للطريق أيضا لا يهم الطعام الآن يجب أن نحذر نبينا ونساعده على الهرب بل يجب أن نرحل معه إلى حيث يأمرنا ونحميه ونفديه بأرواحنا إذا أرادوا إزاءه كيف تمكنوا من القبض عليه؟ هو لم يحاول الهرب قال إنه لا فرار من قضاء الله وإن الموت في سبيل الدعوة هو أشرف له وأكرم يا له من نبي عظيم إنه رجل كافر بالشجرة المقدسة ترى هل تعود للإثمار مرة أخرى أم أنها ماتت إلى الأبد؟ أيها الناس إن حنظلة هذا مجرد ساحر ساحر؟ نعم ساحر إلهتكم العظيمة حتى يلهيكم عن عبادتها فتعبدوا ما يدعو إلي وهل إلهتنا المقدسة؟ يمكن أن تسحر بهذه السهولة؟ أيها الناس إن الشجرة المقدسة قد غضبت عليكم عندما سمحتم لذلك الرجل أن يعيبها ويدعوكم لعبادته غيرها فحجبت عنكم حسنها وبهاءها ارحمي هنا أياتها الشجرة المعبودة واعيدي لنا السمارك الطيبة استعدوا لحفر البئر الذي سندفن فيه حنظل حيا حتى يموت موتا بطيئا ونتلذذ بعذابه لا أدري ما فائدة هذه الأنبوبة العملاقة هذا إنجاز عظيم غير مسبوق والآن انزحوا الماء من داخل الأنبوبة هل لنا أن نفهم ما يجري؟ عندما نتم نزح الماء من الأنبوبة سنحفر في قاع النهر بئرا تتسع لرجل واحد مولاي يقصد حنظلة بن صفوان؟ ومن غيره؟ عفوا يا مولاي ولماذا كل هذا التعب؟ لنزيد في إذلاله سيكون في قاع البئر خاوية من الماء يموت فيها عطشا بينما النهر يجري من فوقه يا لا من فكرة عبقرية سأقفز في الماء وأحاول زهزعة الحجر إياك أن تفعلي هذا هل نسيت قول زوجك النبي؟ أن الله لم يأمرنا أن نهلك أنفسنا سأحاول قدر ما أستطيع لا فائدة لقد رأيت الحجر الذي وضعوه فوقه كان حجرا ثقيلا وحمله مجموعة من الغطاصين إن الإيمان الذي يملأ قلبك يكفيه ويؤمس وحشته هذا انتصار عظيم على أبناء آدم أنتم تقتلون نبيا أرسله الله لكم صرتم خدما لي دون أن أطلب وهي لحظة يجب أن أحتفل بها قدموا القرابين للإلهة واشربوا وهللوا فرحا بهذا النصر المبين ومن قاع النهر يجيء عليهم نبي الله حنظلة داعيا يا الله أن ترى ضيق مكاني وشدة كربي فارحم ضعفي وقلة حيلتي ودع النبي وهو في حال الاحتضار اللهم ارحمني وعجل بقبض روحي ولا تؤخر إجابة دعوتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأنه لا معبود سواه ماذا جرى للسيدة يذثورة؟ اطمئني عليها يا ابنتي لقد ماتت يا أبي ماتت حزنا وكبدا على فرق زوجها لعل الله قد أراد لها الخير بالنجاة من هؤلاء القوم الظالمين هيا يا أبي لا تنسى نصيحة نبي الله لنا إذا أحط بكم فهاجروا نعم يا ابنتي إن أرض الله واسعة اللهم أمتنا على الحق وابعثنا في زمرة عبادك الصالحين وقال رب العزة جل جلاله في حديثه القدسي مخاطبا ملكه جبريل أي ظن عبادي هؤلاء الذين غرهم حلمي وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقدروا على غضبي أو يخرجوا من سلطاني كيف وأنا المنتقم ممن عصاني ولم يخش عقابي أوه ما هذه الريح العاصمة أوه ما النجدة إنها حلم من النار النار ستأكل وجوهنا أغيسينا أيتها الشجرة المباركة ألا ترى أنها تحترق يا أحمق أوهردوا يا رجالي اصنعوا حولي سياجا ووحموني من هذا العذاب ابتعد عني أيها المجنون التافة أوه إن جسدي يذوبك الماء بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا في عصر نبي الله العزير عليه السلام وهو أحد أنبياء بني إسرائيل كان يدعو الناس إلى العمل بالثورى والتمسك بالوصايا العشر التي جاء بها موسى عليه السلام بينما كان أغلب القوم يعيشون حياة فاسدة يسودها الغش والكذب والخداع ستذهب اليوم مع سيدي عزير إلى حديقته الجو شديد الحرارة ونحن لازلنا في الفجر كيف يكون الحال عند انتصاف اليوم؟ لا تتكاسل ولا تلعب في الطريق ونفذ أوامر سيدي عزير دون إبطاء هذه مدينة الموتى البشر يسمونها المقابر لا أحبها ولا أشعر بالاطمئنان فيها عندما وصل إلى المقابر قال عزير متعجبا من قدرة الله أنا يحيي هذه الله بعد موتها أخيرا ها هي الحديقة أرتح هنا حتى يجمع سيدي ما يشاء من العنب والتين أحس نبي الله عزير بحاجته إلى الظل وبحاجة حماره أيضا إلى الراحة وكان أقرب الظلال لهما شواهد القبور فذهب إليها هل يأكل سيدي الخبز الجاف المبلل في عصير العنب؟ كان نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام يفكر في أمر يحيره وهو أمر البعض كيف يحيي الله هذه العظام بعد موتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها كان على يقين من قدرة الله ولم يكن به شك فقط كان يتساءل في هذه اللحظة حدث أمر شديد الغرابة مات نبي الله عزير في مكانه مات بهدوء كأنما راح في نوم عميق ومات حماره بجواره دون أن يشعر أحد بهما فأماته الله مئة عام ثم بعثه هل سمعت بنبأ اختفاء العزير؟ نعم سمعت أنه لم يعد من ليلة أمس كثير من المؤمنين بالنبي عزير سيذهبون للبحث عنه هل ستذهب؟ لا لا لن أعطل تجارتي وعملي دون مقابل وأنت؟ سأكون معهم بالتأكيد هل ستبحثون في المقابر أيضا؟ يجب أن نفتش في كل مكان لكن دخول المقابر ليلا أمر مخيف معك حق سنكتفي بالنداء ولو كان نائما فسيستيقظ ويرد علينا سيدي عزير سيدي عزير يا نبي الله لا أحد يجيب ربما كان مصابا لا يقدر على السير ولا يقدر على الكلام أيضا لا تضيع الوقت إنه ليس هنا هيا هيا نبحث في مكان آخر ومرت قرابة المئة عام على اختفاء نبي الله العزير ونسي أكثر الناس سيرته السلام عليك يا ولدي اذهبي يا جدتي من هنا صاحب القصر لا يعطي مالا للمحتاجين رحم الله من كانت هذه أرضه اسمعي آياتها السيدة لقد حكيت لي هذه الحكاية ألف مرة كان هنا مسكن نبي اسمه عزير ولكن هذا منذ زمن مئة عام مهما طالت السنين يا بني الأصل يبقى والخير يدوم أنت امرأة خارفة اذهبي بعيدا للماذا تريد ترضي من هنا إنني أنتظر عودة سيدي العزير أريد فقط أن أطمئن عليه وبعد مئة سنة عادت الحياة إلى نبي الله عزير ووجد أمامه كائنا من نور جليل قال له كم لبثت نائما يا عزير أجاب لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام انظر إلى حمارك يا عزير تأمل ما بقي من تراب عظامه ثم انظر كيف يأمر الله الموتى أن يعود إلى الحياة انظر كيف يبحث التراب عن التراب ثم انظر كيف يكسوه الجلد انهض أيها الحمار الميت منذ مئة عام أمرك أيها الملك الجليل ما هذا؟ طعام سيدي على حاله لم يفسد كيف؟ متنا مئة عام تحول فيها جسدي إلى تراب وبقي عصير العنب على حاله كيف؟ نظر عزير عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له سيقك من مروري ببيت سيدي العزير لم يعد بيت سيدك مات عزير منذ مئة عام ونسيه الناس هذا الحمار يذكرني بحمار سيدي كأنه هو يا إلهي ما هذه الريح الطيبة لك أن سيدي يقف أمامي ابتسم لها نبي الله قائلا أنا عزير أماتني الله مئة عام ثم بعثني حيا آه صوته لكن كيف لي أن أتأكد لم أعد أره لو كنت سيدي عزير نبي الله ادعوه أن يرد علي بصري دعا عزير ربه اللهم أعد إليها بصرها سيدي إنه أنت إنه أنت الحمد لله الحمد لله سأبشر الناس بعودتك هذا أمر لا يمكن تصديقه لا تنس أن العزير نبي والأنبياء تحدث لهم معجزات وما الذي يدرينا أنه أصلا عزير وليس رجلا مداعيا لقد دعا للعجوز فعاد إليها بصرها هذا ليس دليلا كافيا قد يكون طبيبا ماهرا أو ربما يكون ساحرا ما رأيك يا كبير الحكماء كان العزير يخبئ نسخة من ألواح التوراة في حديقة بيته بحث عنها أجدادنا وبحثنا نحن أيضا عنها فلم نجدها فإذا كان هو نبي الله عزيرا فليخرج لنا التوراة هذا هو الدليل الذي نقبله لماذا جلس الرجل وماذا يكتب؟ يقول إنه يكتب التوراة حتى يضاهيها بالنسخة المخبأة بدأت أثق به نعرف أن العزير كان يحفظ التوراة في صدره سامحنا يا نبي الله كان علينا أن نتأكد من شخصيتك لم يساورني شك لحظة واحدة سبحان من يحيي ويميت عاش العزير معجزة عجيبة سيدي ينهض لقد أتم الكتابة وكيف لنا أن نعرف أنها ألواح التوراة؟ هذا صحيح لن يوجد بيننا من يعرف التوراة انتظر إنه يشير إلى هذه الشجرة الكبيرة احفروا تحتها إنها الألواح ألواح التوراة نفسها نعم إنها التوراة التي ضاعت من صدورنا ما كنا سنعرفها لولا سيدي أوزير نعتذر إليك يا نبي الله سامحنا يا نبي الله وانصحنا بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير رأى الناس بعث الموتى أمامهم وعاد إليهم نبي الله عزير عليه السلام وعاد علم التوراة التي أضاعوها وأهمل العمل بها لم يلتفتوا إلى كل هذا الخير وراحوا ينسدون الأساطير ويرددون الخرافات مدعين أن عزير بن الله تعالى الله علوا كبيرا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قول بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتله الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون حدثت هذه القصة في عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسرعي يا أم عمارة تأخرنا ودخل الليل علينا أوشكت على الانتهاء يا أمي هيا يا ابنتي حتى لا يتعرض لنا اللصوص أي لصوص؟ لقد قضى أمير المؤمنين بعدله على السرقة معك حق من كانوا لصوصا أصبحوا نوعين إما خائف من غضب عمر وإما تائب يكسب الحلال هيا يا أم عمارة الحليب قليل هذه الليلة حمدا لله على كل حال لبن الإبل سقيل فإذا خلطناه بقليل من الماء لن يلاحظ أحد ما هذا يا أمي؟ كيف نقبل أن نخدع الناس؟ يا ابنتي نحن فقراء في أشد الحاجة لمزيد من المال ألم تسمع أمير المؤمنين وهو ينهى عن خلط اللبن بالماء وأي نوع من الغش في التجارة؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين اصمتي وادخل البيت لن يرى عمر بن الخطاب ما سنفعله إذا لم يرنا عمر فإن رب عمر يرانا في كل حين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وكان أمير المؤمنين رضي الله عنه مارا في جولته لتفقد أحوال المسلمين وسمع حوار المرأتين آتي يا أم عمارة بكم بعت الحليب؟ بدرهمين اثنين لو أنك سمعت كلامي وخلطه بالماء لأمكنك البيع بخمسة ضراهم وما قيمة الرزق الذي لا يبارك الله فيه يا ابنتي أنا أكبر منك وأفهم الدنيا عنك يجب أن تكون ذات مكر وحيلة لتكسبي رزقك بين التجار لا يا أم صدقيني لا حيلة فالرزق الرزق هو الشيء الوحيد الذي ضمنه الله لنا في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم ومن يدري قد أرزق بما لا يخطر حتى في بالنا هيا تناول هذا التمر الطيب بالحناء والشفاء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر تفضل يا أسلم في رعاية الله وما ظنك يا عبد الرحمن لا أدري أهو أبونا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين ابتسم له الفاروق عمر وحياهم بتحية الإسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي خيرا يا أبي هل من خدمة نؤديها لك؟ مرنا نطيع يا أمير المؤمنين قال عمر بن الخطاب لأولاده هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه بها؟ لي زوجة صالحة وأؤثر إخوتي على نفسي وأنا أيضا يا زوجة أخونا عاصم هو الذي لم يتزوج بعد يا أبتاه لا زوجة لي فزوجني قال عمر بن الخطاب بورك لك يا بني ولو كان أبوكم شابا فتيا لما سبقه منكم أحد إلى هذه الفتاة إلى هذا الحد تمدح أخلاقها؟ إذن هي فتاة غير عادية تستحق أن يمتدحها عمر بن الخطاب تمم الله زوجكم على خير بورك لك في زوجتك يا أخي هذه الحناء ستجعلك أكثر جمالا في عين زوجك إن شاء الله يا أم عمارة اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا من يصدق يا ابنتي أن أمير المؤمنين يطرق بابنا ليخطبك إلى ابنه عاصم الخليفة الحاكم الذي يأمر فيطاع يسعى لمصاهرة بائعة لبن فقيرة مثلي بل اختار لابنه زوجة تخشى الله وكنزة من الخلق الطيب هل تذكرين يا أمي وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم إذا أنجبت ولدا بالطبع ستسمينه عمارة أليس كذلك؟ بل عمر يكون كجده الفاروق كيف حالك الآن يا أم ليلى؟ بخير والحمد لله لم أستطع النوم بسبب ابنتك ليلى لا يجب أن تزعجي أمك يا صغيرة يا لها من فتاة جميلة كنت أحب أن أنجب لك صبيا أسميه عمر على اسم واردك الكريم ليلى عندي بالدنيا يا أم ليلى وسوف تصبح بإذن الله ذات شأن كبير وبالفعل كبرت هذه الطفلة ليلى ومن نسدها جاء الصبي عمر عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وشبيه عمر بن الخطاب في عدله وحكمته ترجمة نانسي قنقر